بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اليوم نعرض لظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرا سيئا على شخصية المرأة والأسرة وأربكت حياتها وحياة أطفالها هذه الظاهرة هي ظاهرة فوضى الزواج وأيضا فوضى الطلاق وكلاهما أتر من آثار فهم نصوص الشريعة فهما فيه من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضا من حقوقها الشرعية أو حال بينه وبينها وكانت الثمرة المرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل وأطلق إرادتها من التبعية العمياء أصبحت هذه المرأة مضرب الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران وظلت في حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد وفقه غربي ضارئ على ثقافتها الضاربة في جذور أعماقها الفكرية والنفسية ولسنا في حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة باسم الشريعة من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين من ناحية وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآس في حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة وأدى إلى ما يمكن تسميته ظاهرة فوضى الزواج وفوضى الطلاق أيضا وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات في حالات فوضى التعدد ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وأسرة مستقرة واستقطابهم فيما يعرف بأطفال الشوارع واستغلالهم في جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات وإجبارهم على أعمال لا يضيقونها ولا حيلة لهم في الصبر عليها وأود أن ألفت النظر إلى أنني لست من دعاة تحريم تعدد الزوجات مطلقا ومعاذ الله أن أجرؤ على ذلك أو أدعو إليه ولكني من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته في هذه القضية فهما صحيحا مرتبطا بمقاصد هذه النصوص وغاياتها وبين الفهم الملتوي المشوش لهذه المصادر المقدسة والذي كان من أهم أسباب تعثر المجتمع المسلم وكبواته المتكررة على طريق التنمية والتقدم أن نصوص القرآن الكريم بكل يقين وتأكيد لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة بغير قيد أو شرط وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات المشروطة بالعدل المطلق في كل تصرف صغير أو كبير يصدر من الزوج تجاه زوجتيه أو زوجاته وهو العدل في الإنفاق وفي الطعام وفي الملبس والمسكن والمبيت ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية وإذن فإباحة التعدد هي في أفضل أحوالها رخصة مشروطة وحكم الرخصة كما هو معلوم أنها ليست أمراً واجباً ولا مندوباً في حد ذاته ولا أمراً مباحاً إباحة مطلقة لأن الرخصة هنا مشروطة بشرط يخرجها من دائرة المباحات المطلقة التي يجوز للزوج أن يفعلها أو يتركها حسب رغبته وأول ما يجب التنبيه إليه هو أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ليس آية مستقلة يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة التعدد دون قيد أو شرط كما فهمت الغالبية العظمى ممن يقدمون على هذا النوع من الزواج ويريدون هذه الآية مورد الحجة التي تحسم النزاع وكأنها توفر لهم كل المبررات الشرعية والخلقية للزواج بأخرى أو أخريات نعم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ليس آية مستقلة تفيد الأمر أو النهي ابتداء مثل الآيات الأخرى الدالة على الأمر بالشيء استقلالا ودون ارتباط بأمر آخر كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر العشرات من الآيات التي تعد من قبيل النص القاطع في الدلالة على الأمر أو النهي أو الإباحة فهل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء من هذا القبيل أن قليلا من التأمل يدلنا على أنها ليست من الآيات التي قصد منها إباحة التعدد أولا وبالذات والدليل على ذلك أولا أن هذه الآية تسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى من أكل أموالهم سواء كانوا يتامى أو يتيمات وتبين أن أكل أموالهم هو نوع من استبدال الخبيث بالطيب وأن نضم مال اليتيم إلى مال أوليائه ليأكلوا منه ظلم كبير وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ثم تأتي بعدها مباشرة آية التعدد لتنضم إلى آية اليتامى واليتيمات ولتدرج في السياق ذاته سياق تحصين أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم وإن كانت هذه المرة تتعلق بظلم خاص من جنس مظالم اليتيم وأكل أمواله بالباطل وهو ظلم الأوصياء على اليتيمات التي يتولون أمورهن وشؤون أموالهن ومن هؤلاء الأوصياء من كان يدفعه جمال اليتيمة فيتزوجها ليأكل أموالها دون أن يدفع لها مهرها بحجة أنه وليها ومعنى ذلك أن هذه الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى أي إن خفتم ألا تعدلوا في زواج اليتيمات ثم تستكمل الآية مسيرتها لتصل إلى النهي عن تعدد الزوجات إذا لم يكن الزوج متيقنا من تطبيق شرط العدل التام بينهن وأن رخصة التعدد ذاتها هي عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم وصحيح أن كتب التفسير تنقل اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى خفتم هل هو بمعنى أيقنتم أو بمعنى ظننتم إلا أن الغالب من العلماء يحملها على المعنى الثاني الذي هو مجرد الظن حيث يقولون بعد تفسير خفتم أي ظننتم وأن هذا التفسير هو الصحيح عندهم ويكفي أن ابن عطية يفسر الخوف في الآية بالظن ويقول وهذا أي ظن هذا هو الذي اختاره الحذاق وأنه على باب الظن لا على اليقين وليس المقصود بالعدل في الآية الكريمة التسوية بين الزوجتين في النفقة والكسوة والمسكن في حسب بل في البشاشة وحسن العشرة واللطف في القول وكل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب كما أشرنا إلى ذلك من قبل وقد نقل القرطبي عن الضحاك أنه قال في تفسير هذه الآية فإن خفتم أن لا تعدلوا أي في الميل والمحبة والعشرة والقسم بين الزوجات فواحدة فمنع الله من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك هذا وتجمع المذاهب الفقهية على حرمة الزواج ابتداء أو تعددا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته وهنا أتساءل كم نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامة والتي يتوفر فيها شرط الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها إنفاقاً مساوياً للإنفاق على الثانية وأولادها وأترك الإجابة للواقع المر ولساحات القضاء التي تعج بهذه المآسي ثم من الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع ويتكففن الأهل والأقارب ثم لا يجد حرجاً في صدره يرده عن التعسف في استعمال حق شرعي خرج به عن مقصوده ومآله أليس السبب هو الفهم المعوج لآية مثنى وثلاثة ورباع وأن الفتاوى التي طرقت أسماع العامة في هذه المأساة اقتصرت على التركيز على أمر مشروط هو إباحة مثنى وثلاث وصمتت عن الشرط الذي هو التأكد من العدل ومن عدم لحوق الضرر بالزوجة الأولى نعم لقد ترسخ هذا الفهم حتى باتت العامة وأكاد أقول والخاصة باتوا يتصورون أن التعدد حق مباح بدون قيد ولا شرط وترسخ في وجدانهم أنه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوة ضائشة أو نزوة ضارئة ومرة أخرى سبب الإشكال في هذا الأمر هو تفسير النصوص في ضوء العادات والتقاليد وليس تحكيم النصوص لتوجيه هذه العادات والتقاليد شكرا لحسن استماعكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته